اشتركوا في القناة وأمين المجلس الأعلى للجامعات السابق ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعضو مجلس النواب الأستاذ الدكتور أشرف حاتم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أولا المنصة الكريمة والإخوة الأعزاء أنا مش عارف كل دول علاق طبيعي ما شاء الله يعني مفيش حد مش عليك طبيعي غير أنا والدكتور أحمد عيز برضو أحمد عيز عليك طبيعي برضو أنا منتهمي برضو أنا منتسب أنا لسه كنت بقول الدكتور أميرة كفاية حرام لأن كده يعني عندنا يعني خصائي عليك طبيعي لكل مواطن يعني إيه إحنا يعني أولا بهني حضراتك جميعا بالمؤتمر الخامس لتحدي الإعاقة إحنا يريد الناس تجوين فورسز هو العلاج الطبيعي هو علاج طبيعي إيه؟ وفيه تخصصات بقى السنة الجاية يبقى عقا واحد وتعملوا تخصص وتعملوا بقى إن شاء الله كل شهر حاجة لتخصص معي إن شاء الله وده هو ده إيه؟ الأمل في العدل المهول ده يعني أنا ما شفتش مؤتمرات غير مؤتمرات بتاعتنا بتاعت يعني بتاعت مجلس النواب والانتخابات والحاجات دي فيها هذا العدد المهول من البشر يعني بهنيكوا على هذا العدد يعني أن أنتوا قدرتوا تجمعوا هذا العدد وكلهم عليك طبيعي دي حاجة عظيمة جدا لكن يعني نصيحة لحضراتكم عشان نكمل أولا لازم زي ما العالم كله بيعمل كاب عدد معين يدخل مش لازم مش أنا ما أتكلمش على عدد جماعات ولا عدد كليات عدد خريجين لازم نبقى عارفين الدولة والدول اللي احنا بنصدر لها أخصاء العلاج الطبيعي قد ايه ونعمل كاب نقول إن احنا عايزين نخرج ثلاث تلاف أربع تلاف في السنة ودول اللي توزعوا على عدد الكليات ترسمي بيقولي إن احنا عندنا واحد وستين كلية تلاك طبيعي ما شاء الله أنا آخر مرة من شهرين كنت بسألو كانوا ستة وخمسين فظهر كل شهرين ده أنتو يعني أعلى من معدل الموليد ما شاء الله فندخلكم على الجهاز المركزي للتعباء العامة والإحصى يعني أنا عصرتما كان فيه كلية تلاك طبيعي واحدة أو كان أنا حتى عصرتما كان فيه معهد تلاك طبيعي ثم بقى كلية تلاك طبيعي واحدة في جامعة القاهرة وعصرتما أعملنا إدارة العلاج الطبيعي في مستشفيات جامعة القاهرة وما شاء الله العلاج الطبيعي هو جزء أساسي من المنظومة الصحية وزي ما أنا دايما بقول احنا بنكلمش على ولا ولا طب ولا صيدلة ولا كده بنكلم على الفريق الصحي فالعلاج الطبيعي هو جزء أساسي من الفريق الصحي الأطباء وأنا منهم وما يدرواش يشتغلوا من غير لك طبيعي وتمريد وصيدلة وأسنان وكمان كليات العلوم الصحية التطبيقية اللي أنا مصر على هذا هي على هذه التسميع كلمة تكنولوجيا دي أنا مش عارف مش عارف اخترعوها إزاي يعني إن شاء الله نبقى نشوفها بعد كده أنا بس بوعد حضراتكم وبحكتين الدكتور سامي مقدم بقاله بيحاول يحارب بقاله حوالي خمستاشر سنة كده في النقابة ده بقى لك كم سنة في النقابة دكتور سامي حواليها سبعين سنة في النقابة أربعين ما شاء الله قربنا عن نصف قرنة من أي ما كنت طالب أنت في النقابة من سنة ثلاثة وسبعين طيب الحمد لله يعني من سنة ثلاثة وسبعين هو بيحاول يعمل حكتين أولا أن يبقى فيه أن قانون النقابة يطلع وعشان يبقى فيه انتخابات للنقابة أنا شايف يعني لو تعملوا انتخابات أنتوا تقدروا تعملوا انتخابات يعني لا انتخابات برلمانية يعني ما كان بشاهد انتخابات الرئيسية عشان فيه صمت انتخابي دلوقت ويعني إن شاء الله قانون النقابة أول ما يوصل لنا من الحكومة أنا أوعدك يا دكتور سامي خلال شهرين هنخلصه لكم ما فيش مشكلة لكن القانون التاني اللي هو الأهم هو قانون مزولة مهنة العلاج الطبيعي لأنه هو ما قدرش أخلصه من غير ما عدل أو يبقى فيه قانون وخوانين لمزولة مهنة القطاع الصحي ككل مزولة مهنة الطب والصيدلة اللي معمولين من سنة اربعة وخمسين وخمسة وخمسين ما ينفعش إن أنا أسيبهم وأعمل للعلاج الطبيعي لوحده وللتمريد لوحده وللعلوم الصحية التطبيقية لوحدها لازم كل الفريق الصحي يتعمله كل واحد أو كل قطاع من القطاعات دي زي ما عملنا المجل الصحي المصري بالضبط لازم يتعمل القانون متكامل لمزولة مهنة القطاع الصحي كل قطاع في قطاعه لأنه عندنا لحد الوقت فيه الجري زونز بالنسبة تتخانئ فيها فمش عايزين خينئات نحن عايزين قانون وقانون واضح وصريح نحن دلوقتي بقى عندنا فيه المفروض امتحان لمزولة المهنة ومهم جدا في اول ما اخذ الترخيص ثم التجديد لمزولة المهنة كل خمس سنوات وده على حسب ال اللي هو التعليم او التدريب المهني المستمر وده عن طريق المجلس السي بي دي اه عن طريق المجلس الصحي المصري المجلس الصحي المصري الحمد لله طلع طلعنا القانون بتاعه طلعت اللاها التنفيذية لسه بقى لها يمكن اه يعني شهر بالزبط اقل من شهر اه اتعاين امين عام مع اه رئيس المجلس هيتعامل اقلاج القطاع بتاع العلاج الطبيعي فيه وهيبتدي يتعامل برضو الايه السي بي دي عشان كل خمس سنوات يبقى فيه يبقى ماشيين زي العالم فمن ده من الحاجات اللي احنا لازم هنمشي فيها زي العالم بس ده بقى قانون هيحتاج وقت اطول محتاجين لجان استماع محتاجين ان احنا نقعد كلنا مع بعض كفريق صحي مينفعش ان احنا كل واحد يقعد لوحده عشان نطلع قوانين مزولة المهنة المختلفة فاذا احنا عندنا قانون المجلس الصحي ده طلع الحمد لله قانون نقابه ان شاء الله هيتطلع قريب جدا باذن الله بس اول ما يوصل لنا من الحكومة هما موصلناش من الحكومة القانون اللي احنا بنشتغل عليه دي الوقت وهيطلع قريب جدا 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 هو قانون المسئولية الطبية وده العلاج الطبيعي برضو من ضمن الناس المهمين جدا اللي بيشتغلوا برضو قانون المسئولية الطبية مهم جدا ليهم فعشان كده ده قانون من قوانين مهمة وقانون اللي احنا برضو يمكن كان فيه شغل عمله الدكتور سامي فيه هو قانون 14 انا ما كنتش موافق قوي على اللي بيحصل فيه احنا عايزين نعد القانون 14 ده يبقى قانون اللي هو عبارة عن ان ايه ان هو اجر مقابل العمل وليس اجر وخلاص اللي بيشتغل اللي ما يشتغلش ما يباطش وزي ما حضرتكوا عارفين قانون 14 بيعتمد على حاجات غريبة شوية اللي هي عدد سنين الدراسة وعدد حاجات كده معينة ملهاش دعوه بالاجر مقابل العمل انا لو اخذ نباطشية في مرسة مطروح غير اما ما اخذ نباطشية في الوايدي غير ان اخذ نباطشية في قلب القاهرة اما ما اخذ نباطشية في سينة غير ان اخذ nuts here الصهر هنا غير الصهر هنا الشغل هنا غير الشغل هنا اما بتخصص اكتر المفروض ان انا او تخصصات اللي محتاجها الدولة يبقى لازم اخد بدل احس اكتر كتير من التخصصات اللي مش محتاجها الدولة اللي الناس كلها بتعملها فاذن قانون 14 برضو من ضمن القوانين اللي احنا نشتغل فيها ان احنا نعدل فيها لكن قبل ما بنعمل كل ده بنقعد وبنعمل لجان استماع مع حضراتكو مع النخابات كلها مش نخابة العاج الطبيعي الوحدة كل نخابات الصحية مع المجتمع الصحي ككل بس مهم او ان احنا زي نرجع تاني زي دكتور سامي زي ما كنا بنعمل قبل كده ايما كنا في المجلس الاعلى لجماعات ان في لجنة تنصيقية بالقطاع الصحي عشان ننصق مع بعضينا كلنا كل سنة وحضراتكو طيبين جميعا يعني مؤتمر واحد للعاقة لجميع يعني اخصائي لعلاج الطبيعي شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة